السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل تعلم ما هي الفواضة الصحية لتناول مشروب الزنجبيل على الريقة فوائد صحية متعدلة لتناول الزنجبيل الزنجبيل هو نبات عشبية تميل الفصيلة الزنجبيلية تأسد زراعته في العديد من الدول كالهند والفلبين وسريلانكا وباكستين متابعين الكروم لا تعد هذه المعلومات مرجعا طبييا وفي حالة القلق منها يجب عليكم استشارة الطبيبة وهذا لاستخدام أكثر أمان للزنجبيل استخدامات الزنجبيل استخدام نبات الزنجبيل منذ ألف سنين في العديد من العلاجات الطبية كعلاج الإسعيل الغثيان التهاب المفاصل المغص وحرق السعودة الحرارية هذا ولم تقتصر استخدامات الزنجبيل العلاجية عند هذا الحد الزنجبيل تم استخدامه في علاج الصدوعة والشقيقة وتقوية الذاكرة والنظر وفي علاج التوتر والأرق من خلال إضافة ملعقة من الزنجبيل المطحون إلى كوب من الحليب السيخن ويدخل نبات الزنجبيل في العديد من الأطبيق كنوع من التوابل والبهور التي تضفي طعما مستسيغا للأطعمة هذا ويضافها الزنجبيل إلى أنواع عديد من المشروبات الساخنة قلقرفة والسحلب فوائد تناول الزنجبيل على الريقة الزنجبيل لتناول الزنجبيل على الريقة الكثير من الفوائد والعديد من الخصوص العلاجية الأخرى وفيما يلي أهم الفوائد التي يمكن الحصول عليها من جراء تناول الزنجبيل على الريقة الزنجبيل وعملية الهضمة يساعد تناول الزنجبيل على الريقة في تحسين عملية هضمة الطعام الأمر الذي يلعب دورا رئيسيا في خسورة الوزن أليم المفوصل يساهم تنول الزنجبيل على الرقة في تخفيف الأليم النتيجة عن التهاب المفوصل الزنجبيل يعزز تنول الزنجبيل جهاز المناعة في جسم الإنسان لمقامة العديد من الآفات والأمراض المتنوعة عوضا عن دوره في إمداد الجسم بالطوقة والحيوية تنشيط الدور الدموية الزنجبيل يساعد تنول الزنجبيل على الرقة في توسيع اللوعية الدموية وتنشيطها والحد من الإصابة من جلطات القلبية الزنجبيل وعلاج السعالة والتهاب الحلقة يفيد تنول الزنجبيل على الرقة في التخفيف من حدة السعالة وعلاج التهاب الحلقة الزنجبيل وفويد تنول الزنجبيل قبل النوم لشرب الزنجبيل قبل النوم الكثير من الفوضة الصحية على الجسم وفيما لي سوف نذكر لكم أهم الفواد الصحية لتناول الزنجبيل قبل النوم الزنجبيل يعمل الزنجبيل على التخلص من أعراض نزلات البردة وبعض الالتهابات المرافقة لها والمتمثلة في التهابات الحلقة التخفيف من الألم الناتج عن الإصابة بالصدوعة النصفية يحتوي الزنجبيل على الكثير من الفيتامينات التي يحتاجها الجسم والتي تتميز بسرعة امتصاصها أثناء النوم الزنجبيل يعمل الزنجبيل بفضل المركبات التي يحتوي عليها على التخفيف من ألم الدورة الشهرية عند الإنهيث للزنجبيل القدر على معالجة مشاكل الضعف الجنسية عند الرجال الزنجبيل وفوئده المذهلة مع الليمون يعتبر الزنجبيل الممزوجة مع الليمون من أهم وأفضل الطرق التي تعمل على حرق الدهون والتخلص من السعرات الحارية وفيما لي تفصيل لكل منهما الزنجبيل والليمون للكرشة يقوم الزنجبيل على تنظيم استواء السكر والكورسرولة والدهون في الدم كما أنه يحفز عملية الهضم ويعد تنهل الزنجبيل والليمون كشراب سيخ محل بالعسل عند الصباح عامل محفز لحرق الدهون البطن على وجهه الخصوص مما يساعد فيه التخلص من الكرشة في أقصر وقت ممكن الزنجبيل والليمون لحرق الدهون يتميز شيء الزنجبيل والليمون بخواصه المولدة للحرورة مما يفعل عملية الإيضاء ويحفزها وهذا ما يجعل حرق جيد للدهون وتعد وصفة الزنجبيل والليمون من الوصفات الأكثر شيوعا في مجتمعتنا في وصفات حرق الدهون والتنحيف الزنجبيل فوئد تناول الزنجبيل للصحة الجنسية من أهم الفوضة التي يمكن الحصول عليها من الزنجبيل والتي تتعلق بالنحية الجنسية ما يأتي الزنجبيل يعمل على زيرة الرغبة الجنسية لدى كل من الرجل والمرأة كما أنه يساعد في علاج البرودة الجنسية التي قد يصيب أي منهما الزنجبيل يعمل على علاج الضعفة الجنسية لدى الرجال الزنجبيل يعالج سرعة القذفة وطريقة العلاج الزنجبيل يعمل على زيرة الانتصاب ويعالج حال الضعف الانتصاب ويزيد من فترة الجماعة بين الرجل والمرأة الزنجبيل يقضي على الرواح التي تصيب المهبل لدى النساء فما هي الأثار الجانبية لتناول الزنجبيل؟ هناك بعض الأثار الجانبية التي تنتج عن تناول الزنجبيل بكمية مبالغ فيها وتلك الأثار كما يلي يؤدي تناول الزنجبيل بكثرة إلى تسارع في نبضات القلب قد يؤدي الإفراط في تناول الزنجبيل الهبوط في مهام أعضاء الجهاز العصبية والمركزية خفض السكر في الدم حيث يؤدي الكثير من تناول الزنجبيل إلى خفض نسبة السكرية في الدم لذلك يوصيب عدم الإفراط في تناوله للأشخاص الذين يعانون من مرض السكرية يحذر على الأشخاص الذين يعانون من المرورة بالابتعادة عن تناول الزنجبيل للحفاظ على صحتهم وتجنب تعرضهم لأي أثار جانبية خطيرة فوائد شرباء الزنجبيل والقرف على الريقة عندما يتم مسجيع الزنجبيل مع القرف فإن هذا يعطينا فوائد صحي لا حصر لها ومن أهم تلك الفوائد ما يلي الزنجبيل والقرف يعمل على تخفيفها الوزن والتخالص من الدهون المتراكمة في منطقة البطن والأردف الزنجبيل يعمل على تنشيط الدورة الدموية وتحسين عمل الهرومونية المختلفة في الجسم ويعمل على دعم الجهاز المناعي وتحسين قدرته على محاربة الفيروسات المختلفة الزنجبيل يعمل شراب الزنجبيل والقرف على منع قسام الخلايا السرطانية وانتشارها يا رب تكون سافتي من هذا الفيديو تسعمل لايك واشتراك وتعالى الجرس والسلام عليكم ومنح الله تعالى وبركاته